لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المشاهدين ومتبعين في كل مكان ازايكم عميني ياربوا بكونوا بخير طبعا بقال كتير مطلقتش بلوش ده بس مش مشكلة قدينا بعمل لكم شوية فيديوهات لطيفة وظريفة بنتكلم فيها عن مواضيع مختلفة وبنحاول ان احنا في فيديوهات دي نكمل سلسلة بتاعتها طبعا الخليفة اللي هو رأس طورة بتاعت بيتنا وان شاء الله انا مشغول بس شوية علشان عندي شوية حقاية كتير وكمان بنقل من المكان اللي انا فيه حلو بس انا زعلان يعني حرفين زعلان يعني يا جماعة اللي بقى افتع الفيديوهاتنا بتجيه مضاصات مشاهدة من الف ونص الالفين وفيه حاجات بتعدل عشر تلاف كده فالتها يعني سبحان الله بالرغم من المحتوى بتاعه محتوى رخم ورزل كلم فيه عن اشجار وحاجات كده يا حين وحيك ربنا لحد ما تقطعها بس مش مشكلة بس يا سيدي طالما فتحت الفيديو اضيني لايك عاطيني لايك يا عم ما تستخسرش ايه المشكلة اضيني لايك مش مشكلة انت عارف ان انا راجل ساب الشركة اللي انا كنت فيها وشغل لوحدي وبتاع ومحتاج زقتك معايا يعني كده اعتبارنا اخوك يا اخي انت بتبني فالي كده ايه المهم يا برضو عشان فيه شوية فنكيش كده بتطلع تعم وانا الصراحة بقيت انسان خلق دايق ما بحبتش احب الجدل الكتير وقيتش احب اللي بيسألني في حاجات انا الكلامت فيها كتير يا عم هات حاجة جديدة تعالف لما تسألني في سؤال جديد انا معرفوش هتشغل موخي هتساعدني ان انا بقى بقى فهم اخش ادور وابحث في مراجع انجنامية وابحث في كل مكان وحاول وصلك المعلومة اللي انت عايزة حلو بس اما تجيبني سؤال نمطي متقرر يا عمم انا لساني دلدل وتعبت من قطر الكلام بس مش مشكلة عشان خطرك اجاوب بس لما يجيني واحد يكون مهند الزراعي وراجل محترم جدا وانا رحت له ارضه وزرته وزيارة مرة واثنين وثلاثة وقدمنا استشارات كتيرة وفوجة الايه بيقول لي يعني هو كان المخطط بيزرع مهاجني ماشي مش مشكلة ما بجبرش حد من يزرع مهاجني على فكرة عشان انا بفاهمين دين المفتوحة دلوقتي وانا شخصيا في الشغل الجديد اللي انا بعمله مع اكتر من تلاتين صنف انا لسه ما تكلمتش عنهم كلهم بس اللي انا لسه ما تكلمتش عنه سداني انا بوفر يا بزريته عشان تلاقيه ان شاء الله باذن الله في شهر تلاتة الجاي في معرض زور الربيع باسم اشجرنا بعون الله هتلاقي موجود تفاهمني هعمل لكم جامد مش موجود في مكان واحد في مصر ان شاء الله باذن الله بفضل العبد لله هيكون من اوائل الناس اللي وفرت ده في مصر بساعة رحناية وانا عامل مفاجأة في المهاجني ان شاء الله هتكلم عنه وراك بس مستنى حاجتين كده هتعجبكم اوي وهتبوز الدنيا كلها بس خلينا في اللي اعنا فيه مهندس فاضل روح نقال له زيارة فيه احد المواقع في الميني الراجل مشكور ان ده في حق العربية اللي جات له بس انفاش حق تعب انا مش مشكلة انا مسامح فيه المهم يا سيدي كان الكلام ان احنا نزرع مهاجني وماله مش مشكلة بعد كده غاب وانقطعت اخباره وبعت له على الواتساب بقول لك يا نجم احنا عايزين نزرع كفور الليموني ان انت اتكلمت عن الكفور الليموني وماله طب ايه الفرق بين الليموني والعادي والله الليموني والعادي عادي وهنا الخشب اغلى شوية من دوت وايه ريحته ده احسن من ده وبعملكم فيديو نتكلم فيه عن الفرق ما بين الاتنين المهم بنتكلم قلت له برضو لو انت عايز هتزرع الكفور الليموني خلي بالك القفور البلدي برضو كذلك نفس القصة القفور بكل اخواته جزوره شديدة القفور يعني جزوره اشد من الجزوارين حرفيا ولكن انت فاهم يعني ما بتبعدش قوي ما بتسرحش قوي زي الجزوارين ولكن هو جزوره فعلا شديدة يعني لا ينصح بزرعته جنب المباني او جنب المنشئات ابعد عنها وازرع انت فاهمني فحتى يعني كانوا بيدبشوا الترع عندنا والله ومشايلين جزور الله هو اكبر قتل يا جدع بس اصور وانزلها لكم اللي هو رد صادم ان الاستشهاري اللي ماسك المشروع تعامي انا هو راجل كان بقول له انا مش عايز ازرع مهاجني احسام الاستشهاري بقول ان المهاجني مش حلو ومش قد كده ولا يصلح مصاد رياح وكلام من هزا القبيل ماشي هو حار انت فاهم انا براحتك انت فاهمني ولكن افوجة ان هو رشح له القفور يخرب بيتك طب لا يعني لو المهاجني واحش يعني القفور اللي انت بترشحه يا عم انت مالك تعبانة فده كان الفيديو اللي انا بتكلم فيه بتكلم فيه عن المنظرين الاستشاري والاستشاري محترم وانا بحب اسمع فيديوهات وصراحاتنا ويرشح القفور ان هيبقى كمصادر يحل المانجة يعني كفور ومصادر يحل المانجة القفور مصادر يحل ممتاز جدا جدا ولو تزرع قفور اعمل خندق بعد زراعة القفور وانا هدعم الفيديو دوت بفيديو لصديقي بشمهندس عماد عادل سراح بقناة مانجو العرب واحد من الناس اللي انا شخصيا بحب اسمع لها جدا في موضوع المانجو وهسيب الرابط بتاع القناة بتاعته تحت فيه سندوق الوصف وبستأزنوا ان اقتطعت جزء كده من فيديو كنا عامله بيتكلم فيه عن الموضوع دوت وهسيب لكم الفيديو كامل برضو فيه سندوق الوصف ممكن تشوفوه وهعرض مع حضراتكم ايه الجزء اللي بشمهندس عماد بيكلم فيه عن مشكلة القفور بالنسبة لمزارع المانجو وازاي جزوره مؤثرها على مساحة كبيرة من اشجار المانجو هنشوف الفيديو بس انا هقفل معاك الفيديو دلوقتي علشان تشوف الفيديو وبكده خلصنا الفيديو ده خلص القفور من النباتات الكويسة جدا ومن الاشجار الممتازة جدا ومن الاشجار الخشبية المحترمة جدا بس احنا ما بنعرفش نشتعل عليها وما بنعرفش نهتم بيها الاشجار الخشبية علشان تاخد منها خشب صح محتاجها رعاية واهتمام وتقليم وتسنيد وتسميد وراي وشغل كتير مفيش شجرة هترميها ببلاش تطلع ببلاش ده المبدأ اللي انا بتكلم فيه ولو حضرتك بتفكر ان الاشجار الخشبية حاجة بتترمي وتديني فلوس فده كلام خاطئ تماما يا صديقي هسيبك مع فيديو البشمهندس عماد اللي بتكلم فيه عن اضرار او خطورة جزور شجر القفور على زراعة المنجة وزراعات المنجة وازاي هو حلها وعارض الفرق ما بين الحتة اللي معمول فيها خندق واللي مش معمول فيها خندق ومن هنا بوجه ليه كل الشكر والتحية وبستأذنه ان انا خدت الفيديو بتاعه ما تنساش بقى تعمل لايك للفيديو محترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مصدات الرياح يا جماعة مصدات الرياح دي مهمة جدا جدا يعني قبل ما تبدأ مشروع منجة حاول حاول انك تبدأ مصدات الرياح قبلها بسنة قبلها بخمس شهور ست شهور لكن فيه ناس بتزرع باكاته مصدات الرياح لكن الاسف ده بالذات الاماكن اللي فيها هوا جديد مصدات الرياح هنا شجر الكفور بالنسبة الكفور بالنسبة الجزورينة بالنسبة البزرومية مع احترام لكل مصدات هي ضررها واحد ضررها واحد بالنسبة للمجموع الجزري للاشجار لكن مع عمل خندق ده بيفرق جدا 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 الاول اللي ما كانش فيه خندق لكن لما تم عمل خندق كل فترة الاشجار اللي هنا دي فات شوية ما كانتش كده لكن موضوع اهمية الخندق مهم جدا جدا شوف المسافة المسافة ده يعني انا دايما في المزارع بقول اقل حاجة خمسة متر من المصد الرياح وخط المنجة اقل حاجة خمسة متر وتم عمل خندق على 2 متر 2.5 متر تمام لازم 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 الخندق ده ده مهم جدا طبعا كل الاشجار الضعيفة من هنا بسبب بصها اللحظة الخندق بده يختفي خلاص يبدأ تأثير كبير تأثير مصدات الرياح على اشجار المانجو اشجار دي تقلع بتوزرع مكانها هو الاسب شاشته لكن هيكون هنا الفيصل في الموضوع ده هنلاحظ المصدات هنا نحن شايفين موجود طبعا مصدات الرياح شجر الكفور هنلاحظ ان الخطوط جوه كويسة لكن لحد مثلا نقول ادي شجرة 2,3,4,5,6 7 حوالي اول 7 شجرات من كل خط حالتهم سيئة جدا مفيش خندق معمول هي مشاية بس اللحظ كل الاشجار اللي هنا متأثرة اشتركوا في القناة